أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي عدا أنه أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحيته وأضف ترامب أنه بإمكانه إلغاء الاتفاق في أي وقت وأن الاتفاق وفر لإيران موارد كثيرة لتستخدمها في دعم الإرهاب مؤكدا أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تطوير بعض الجوانب في برنامجها النووي كما أعلن ترامب عقوبات قاسية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني المتهم بدعم الإرهاب